على الصعيد ذاته ترأس الأب ميجيل قداساً احتفالياً بمنسبة عيد الوردية في كنيسة قلب مريم الطاهر اللاتين لفحيص وركز الأب ميجيل في عيدة القداس على معاني المناسبة مقدماً التهاني لراهبات الوردية بعيدهن المبارك وخلال القداس جددت الراهبات نذورهن أمام الجماعة الحاضرة من الرعية فيما تقبلنا أيضاً التهاني عقب القداس مباشرة حيث قدمت القهوة العربية والحلوى لجموع الحاضرين ترجمة نانسي قنقر